موسيقى قد تجسد هذه الصورة معاني صدر الأم الدافئ والحنون لأطفالها لكن سامانتا اليوثويت الأمة البريطانية الملقبة بالأرمالة البيضاء هي عكس ذلك فهي المطلوبة الأولى عالميا لنشاطاتها الإرهابية التي أودت بحياة ما يقارب 400 شخص في إفريقيا والشرق الأوسط هذه المرأة كانت عنصر مهم في تجنيد نساء وانتحاريات ربما وصلنا إلى أوروبا كانت تجند نساء في اليمن، كانت تجند نساء خلال تواجدها أيضا في مدينة الرقة بمكان تواجد تنظيم داعش الإرهابي أيضا كانت تتنقل في المنطقة بشكل كبير وسريع سامانتا اليوثويت المولودة في أيرلندا الشمالية قبل 35 عاما هي أرمالة أحد منفذ تفجيرات مترو أنفرندا عام 2005 نفت حينها علمها بالعملية الانتحارية كما لاحقتها كينيا منذ 2010 لإعدادها هجوما على سياح في مومباسا نفذته حركة الشباب الصومالية شريكها البريطاني المزعوم جيرمين جرانت حكم عليه بالسجن 9 سنوات وقد وجدت السلطات الكينية شقة كانت تقطن فيها بقايا مواد متفجرة بعد الهجوم على مركز تسوقي نايروبي عام 2013 مؤلفا 66 قتيلا خمسة منهم يحملون الجنسية البريطانية هذه المرأة التي الآن أصبحت أخطر مرأة في العالم أصبحت تشكل تهديدا أمنيا عقب أن استجوبتها أجهزة الأمن بريطانية والجدير بالذكر أيضا هنا أن من طلب المذكرة الحمراء بتوقيفها هي الحكومة الكينية وليست الحكومة بريطانية رغم توافر معلومات لدى الحكومة بريطانية المعلومات الجديدة الموثوقة عن سامانتا ليوثويت حسب التقارير نسبت إلى جهاز الاستخبارات البريطانية مع تكثيف جهود القبض عليها قبل تنفيذها اعتداءات إرهابية لكنها تظل تتقدم على ملاحقيها بهويات مختلفة كلما اقتربوا منها رغم إصدار مذكرة توقيف دولية بشيء